الموازنة وضعت الحكومة أمام اختبار حقيقي في كيفية التعامل معها وضبط إيقاع الانفاق وفق خطة البرنامج الوزري أكثر من 150 مليار دولار إجمالي الموازنة لكل عام ستقسم بنحو 36 مليار للاستثمارات وهذا يضاف إلى توفير الغطاء المالي لألاف الموظفين الجدد وديمومة رواتب باقي الموظفين والمتقاعدين والأجهزة الأمنية ودعم قطاعات التعليم والصحة وغيرها هذه الموازنة تعتمد عليها الترفيئات والعلاوات والموظفين ورواتب الموظفين يعتمد عليها المفسوخة هقودهم والأوائل وحملة الشهادات يعتمد عليها المشاريع والخدمات القطاع الصحي الذي اليوم نحتاج إلى توفير مبالغ وتخصصات مالية تسوية الخلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق حول تصدير نحو 400 ألف برميل يوميا وإيداع وارداتها المالية في البنك المركزي ستسهم وفق المراقبين في دعم الخزينة العامة في السنوات المقبلة نحن نأكد على الاتفاقية التي جرت بينها والتي أبربت بينها السيد مسرور البارزاني رئيس حكومة الأقليم والسيد محمد شيع سوداني رئيس حكومة العراق الاتحادية وكافة فقراتها وكما أدرجت في الاتفاقية بدون أي تغيير التعامل مع العجز المالي البالغي نحو 48 مليار دولار يصفه المشرعون باليسير في ظل استقرار أسعار النفط العالمية والوفرة المالية المتبقية من قانون الأمن الغذائي إضافة إلى مساعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل لم يخفي المتخصصون مخاوفهم تجاه الموازنة الثلاثية على الرغم من التفاؤل بنعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد العراقي ذلك أن اعتماد سعر برميل النفط بـ 70 دولار لإعداد الموازنة سيجعلها عرضة لأي تقلبات في الأسعار العالمية محمد الفهد بغداد الميادين